و ازيك السلام عليكم انا يا جماعة هوا شيرني والله ربكم احسن حال جو الساعة بدأ فجأة و عايز اقول لك ده احسن وقت تقريبا بحبه في السنة كلها حرفيا بنتظر الوقت ده عشان تدوش البارد لو انت بتستحمق ماء سخنا فصدقني فايتك كتير اوي دوش بارد كده من حنافية الوقتي بيعادل يعني 20 كوب باية قهوة كده جرع واحدة بيفوق و يدينا جرع الدوبامين طبيعية فضيعة و ابحث بنفسك عن فودي الاستحمام بالماء البارد و انت هتنبهر الجهاز يا جماعة الغريبي اللي في ايه ده ده مش موبايل ولا حتى تابلت ده كنت صوت غني عن التعريف و منافس شريس البلاي ستيشن او الاكس باكس نينتندو سويتش اوليد نينتندو يا جماعة يعني مش اكيد مش محتاج انا اللي اعرفكم عليها شركة يابانية عريقة لو انت سمعت عن شخصية ماريو زمان في علعاب الزمان دي اللي قبل ما النت اتعرف و كده هم اللي ابداعوا او هم اللي ابتكروا اصلا الشخصية ماريو ديت و يعتبر السيجنيتشر بتاع شركة نينتندو عايز اقول لك ان عملت مجهودات عشان اقدر اوفر ده المراجعة الصرفت كده وتعاملت لحد ما اجبته كده و نجربه برضو مع بعض و اقول لكم مميزات وعيوب فلازم تدعم الفيديو ده في مجهود جامد كده بلايك قبل اي حاجة طبعين قناقكم تنزلت صورة من فترة كده كنت انتظروا الفيديو و بصراحة اخرت شوية لان الاختبار ده معي اكتر من شهر و نص ولو انت مش عارف اصلا وده لاني بحط كل موبايل او كل جهاز انتو عارفين حتى الناس المتابعين هنا كل حاجة بحطها تحت الفرازة فيه هنا تجربة ثلاث سنين فيه تجربة سبع شهور في حاجات كده مش عتلاقيها جهاز الفيديو ده بيحل مشكلة وهي مثلا افرد انت بتحب الاكسو باكسو بتحب البليستيشن وبتحب الكلام ده كله ونفسك تاخدهم معاك مكان يا انت مسافر خارج اي مكان حرفيا داخل خارج البيت ما تقدرش تعمل كده غير مع كونسول صغير او كونسول محمول شبه اللي في ايه ده او النينتندو سويتش آلد النينتندو سويتش آلد اللي بنعمله مراجعة النهاردة بعد تجربة شهر و نص من الاستخدام المكثف والاختبارات زي ما وضعت والجديد في الآلد اديشن هنا البانيل بتاع شاشة هنا آلد بدلا من LCD الوان طبعا تفاصيل احسن بكتير وعن تعمك بعد شوية سمعت بقيت اوضح برضو على بكتير من الاسدارات السابقة من ضمن مميزات رائعة عجبتني ومبهرت منها وبردو عندي بعض الموحوظات او السلبيات او العيوب حاولها لك خلال الفيديو بس تأكد انت تكمل الفيديو لالاخر وقبل ما نتعمك اكتر من كده ما نستاش تعمل الشراكة بسبسكرايب بفعل الجراش مفتاكش اي فيديو عظيم ينزل وما ننساش القوي للفيديو وليت يا جماعة ما ننساش اخواتنا في دعائنا بالفرج القريب تعال بص الاول كده مع بعض على محتويات العلم زي ما واضح كده في الاول ان العلم حاجمها كبير بحب الحجام انا العلم الكبيرة دي تحسني مش فاضية يعني مليانة كماليات طبعا اضخم مكون في العلبة هو وده مهم جدا وهنعرف ميزاته بعد شوية والنينتندو سويتش نفسه طبعا ده احدث اصدارها على فكرة في وقت تسكيل الفيديو ده واسمه زي ما وضح نينتندو سويتش اولد عشان فيه نينتندو سويتش بس التسريبات اللي عندي بتأكد ان فيه اصدار جديد السنة الجاية ان شاء الله في الفين خمسة وعشرين هيكون باسم نينتندو سويتش تو فممكن نعمل فيديو مقارنة لما ينزل فاتأكد انت متبق بس بشرط ان لاقي دعم كفية على الفيديو لو ما فيه شي دعم مش اعمل فيديو قد اول تطوير في الاصدار الاولد هنا حواف الشاشة هنا قليلة جدا مقارنة بالاصدار اللي فات وحنوصل للشاشة بعد اللحظات فيه في العلبة اللي هو الجوي كون الوانهم طبعا وشكلهم لطيف والجوي كون جريب وجودة الخمات هنا عايز اقول لك كده من انتباع الاول متعوب عليها جدا بصراحة حاجة جودة مش بنلاقيها حتى في مويلات كتير من شركات كبيرة ادافتر الشاحن في العلبة من نوع تايب سي وحتى ادافتر الشاحن بريميوم جدا مفيش اي توفير في التكاليف الناس يعني جايبين اخرهم وفيه جوي كون ستراب وما تقلقاش حواريك وظيفة كل حاجة بعد شوية وطبعا الوراء اللي قطيف واللي مش بالانجليش هنا ليه لان الكنسل اللي في ايه ده جماعة جاي من برا وبس مفيش حاجات ثانية في العلم وحبيت بصراحة جدا تجربة الانبوكسين دي جودة الخمات الممتازة اصلا ابهرتني بما اني كبان اول مرة جرب كونسل ده مش اول انبوكسين انا بقالي اكتر من شهر بجربه بس انا رجعت الحاجات تانية بسرعة عشان فاهم ادي لك تجربة يعني عالطبيعة او تجربة ان انت كأنك انت اللي شريه وانت اللي بتفتح العلبة بنفسك كده تتبسط معي الدراعين اللي عالجم دوله على فكرة بيتفكوا عادي في زرار اهو بص في الظهر كده في زرار زرار خالص ومنسحب لفوق ونفس الطريقة لما تيجي تحطها هو تاني كده تسمع الصوت حتى بص ساعة ثابت في مكانه قوي جدا يعني كان فيه ناس بتقول الدراع دوت ممكن ما بقاشش ثابت معاهم لأ انا اللي معايا الاصدار ما شاء الله الدراع ثابت جدا في مكانه ومش بيتلخلخ او اي حاجة تمام جدا ممكن تلعب يا جماعة اي لابة بتحبها مع صاحبك لو انت خلعت الدراع يعني مسلا انت دراع وهو دراع دراعات البلايستيشن كده بس صغيرة ممكن تحاول قانصل الصغير طالي جهاز اكس باكس او بلايستيشن متكامل ازاي جدا انا نركبه في الضهر اللي ايه اول حاجة شفناها بتاع الضخم دوت وتوصلوا بعديها بقى سواء نت عادي سواء واي فاي وفيه اتنين منفذ يو اس بي كنت مركب فيهم انا موس ويكيبورد وكل حاجة واديني حلوة وتوصلوا باي تلفزيون او منوتر عندك عشان فيه منفذ اتش دي ام اي وقتها دقة العرض كمان بتزيد من سبعمائة عشرين بي بتبقى الف وتمانين بي وعجبني برضك حاجة تانية ميزة موجودة في السويتش دوت اللي هي التابل طاب مود يعني ايه عم منهور يعني النادى في الظهر بريميوم جدا معدن بتتفتح وتحط عليها السويتش كده توقف قدامك او مسلا لو انت بتلعب او اي حاجة لو انت نايم لو انت اي حاجة حطه على بطنك وانت نايم حطه على اي حاجة وعيش واحلى حاجة كمان ان انت ممكن تتحكم في الزاوية بص تتفتح خالص كده بزاوية مسلا كده على حسب ان انا مسلا صاحي نايم شايفه ازاي او ممكن اخلي الزاوية اقل ميلا كده هوت حاجة ممتازة جدا نشوف البتاع دي في الموبايلة مع كده يضغط عليها تنزلها تاني وبريميوم جدا مش اللي هي تخاف عليها او حاجة ضعيفة او كده لا حاجة تعيش فيه طبعا الهاند هيل مود اللي هو اللي انا زي كده اللي هو تمسك الانسل في ايدك والجي كامو تركبها مكانها وبس بقى عندك زهر بقى وتضغط وتسحب والجو دوت لفوق وبعجبني احلى حاجة البساطة يعني بص البيناور زي والله جامد حلقة الدراع كان فيه بتركبه كده هوت احلى حاجة البساطة تتركب تسمع الصوت خلاص تمام جدا التكة بتاعة دي عايز اقول لك مرضية الى حد ما مبسوط كده فكده تمام يتوصل الجهزة لاستخدام مش محتاج تعمل اي حاجة تمام شغالة مفيش اي مشكلة والاتنين بتجمعهم مع بعض في الجيب بيبقوا جاي كان اسمهم يعني كل دراع لواحد واسمه دراع بتجمعهم مع بعض يبقوا في دراع واحد شبهة بتاع البلاي ستيشن كده بقى اسمه جاي كان ومش قادر اوصف لك يا جماعة جمال وجودة الصناعة اليابانية والله العظيم الناس دي فعلا متحقوا وكل بيتقال عليهم الناس دي تحسون فضائيين مش عايشين معانا على الكوكب فعلا كوكب اليابان حاجة مسمى يستحقوه جدا جدا دعوا منتجات باتقان رهيب رهيب حاجة تعيش معاك العمر لو بصينا في ظهر الانتندو سويتش والد لنا في الظهر اجزاء كبيرة من المعدن وسائع جدا على فكرة في مسكة اليد عايز اقولك ده احسن اختبار طبيعي تعرف فصلا اي حاجة موبايلك لابتوب او اي حاجة الظهر او الفريم بتاعه معدن ولا من الساقع في الشت لو سائع معدن لو لا يبقى بيتحقوا عليك يا معلم وعملينه بيحاكي بس والسندة اللي في الظهر اللي بتفتح دي تبص معمولة بمفصلات كده بس قوية جدا يعني ايز اقولك حاجة ما شاء الله الجزء ده مش بس على الفاضي ده كبان مخبيين تحتيها حاجة مايكرو اس دي ده مكان يا جماعة الكرتا دي بتاعت موبايلا وبتاعت اي حاجة ممكن تحطها هنا ومستغلين المكان برضا ومن الجاة الامامية عاجبني ان فيه هنا الشاشة كبيرة بنسبة استحواز هي الاعلى لحد الام من الاصدارات القديمة كان فيها قبل كده حواف كبيرة دلوقتي حواف مقبولة جدا ولو بصينا في الفريم العلوم بيلاقي الجيم كارد اللي هو لو معاك لعب على الكارد مسلا عشان تركب كارت اللعبة وطبع ممكن تشتعى اونلاين برضك عادي جدا كروت او اونلاين اللي اتنين يمشي وجنبه منفذ 3.5 ميلي ميطال للسماعة السلكية ده في موبايلاد دلوقتي بيشيلوها كويس وعادي ممكن تركب طبعا تي دابلي اس ببلوتوث لو معاك الجزء اللي بعد المروحة نينتندو بيجي بمروحة عيوة بيلت ان معاك عشان تدوس في عايي لعبة مهما كانت تقيلة من غير ما تقلق من اصلا توزيع الحرارة فيه ممتاز جدا لدرجة ان المروحة نادرة ما بتشتغل يعني انت قعدوا تنطط كده عشان تشغل المروحة هي بتشتغل اوتوماتيك طبعا بس هون مش بيعمل اوفرهيت بسهولة الجانب التاني في او اللي هي زرارة الصوت والباور باين اللي هي هنا زرارة عادية جدا ولو بصينا في الجانب السوفلي بنلاقي منفذ الشحن الطايب سي وفيه زي سقبين كده يمين او شمال ودول على فكرة ليهم لازمة عشان لما تحطهم في الدوك كده يعني يدخلوا جوا الدوك مفيش حاجة هنا معمولة عبثا والنينتندو سويسي دوت في الصوت المحيطي المجسم او اللي هو حاجة عظيمة جدا وعاوز اقول لك في كل مكان ما شاء الله دبابة وعندهم برضه كونترول ولا ارواح مبيعات الكنسل ده اصلا تخطط 164 مليون نسخة على مستوى العالم طبعا هو منتشر جدا او مشهور جدا على فكرة برا بس في العالم العربي عندنا يعني مش مشهور اوي لو انت عندك كبير او بلاستيشن او اكس باكس او كده فاكيد هتفضل الكنسل الزغير المحمول ده اللي بيكانية جبارة وده بيجبنا لاكبر ميزة هنا يا جماعة سهولة الاستخدام وانه متنقل انا شاف دي اكبر ميزة ممكن تخلي حد يشتري الكنسل ده ممكن تاخده معاك في اي مكان تروحه تلعب الجمز اللي نفسك فيها صاحي نايم اي حاجة بتعملها تاخده معاك طبعا حجمه ووزنه زي تابلت زغير عادي مش اقول لك خفيف وكده لا بس كويس بالنسبة الامكانيات وبتخليه بصراحة ده الكنسل رقم واحد في اختيار اي جيمر محترف بس ده ما يمنعش ان ليه بعض العيوب وهنذكرها بعد شوية وعلى فكرة ممكن نعمل جزء تاني لو حابين اجرب حاجة معينة يعني انتو لو عايزين حاجة معينة اقول لي لو والله ركزيني على حاجة دي اجربها معاكو لو الفيديو عليه دعم جفاية اقول لي في الكامل شاشة الاولد هنا من اجمل الابجريدز في الاسدار دوت وشاشة تاتش بالكامل تاتش خفيف جدا وابلنيش مع اي مشكلة في الاستخدام تاتش عادي زي الموبايل او التابلت ماشي تضغط تلات دغتات في اي مكان الاول او ممكن تستخدم الجوي كون او الدراعين من اليمين او الشمان ورسبونسف جدا وسراع ما فيش اي تأخير او تنتيش او اي حاجة وطبعا في ناس ممكن تفكر ان يجي يشد مثلا ليه عادة لا في زرار لازم تضغط على الزرار والسلايد خلاص في ثانية كده شلتهم حتى لو في نص الجيم عادي جدا تاني عملت سلايد بيعمل صوت كده بيديك فيتداج بص كده ام حاجة اسمع التاكة وكمان بيعمل لك تاكة افتراضية كمان في النينتندو عجبني جدا ان هما سابتين في مكانهم بلاج ان بلاي اللي هو شغل ولعب على طول اللي هو جاهزين اللعب على طول بصراحة انا بحب جدا تجربة النافيجيشن اكتر بجوي كون من الشاشة التاتش حتى اتحكم منهم تحفة وسهل جدا مفيش اي داخل لايج مفيش اي حاجة ولا الهواء وانا احب ننتندو مركزين عن يوزر اكسبرينس او توروبة الاستخدام هنا يعني افضل ما يكون جوي كون فيهم نفس الزراير اللي بتلاقيها في اي دراع تاني بس لاحظت بس في اختلاف بسيط في الترتيب مش مشكلة ممكن تتعود عليه ممكن في الاول تقوم بتلغبط كده بس مفيش مشكلة ضغطة الزراير قوية وبريمين يعني كل ضغط الزراير هنا محترمة جدا اتقان اللي حاجة اللي بيعملوها عجبني جدا ده كونسل يا جماعة يقعد معك سنين قدام لو انت جي مرتين للاسف فردك في حاجة مش عجباني يدقد الشاشة هنا 720 بي بس بس لو وصلت كونسل على اي شاشة سواء سمارت في مونيتور عندك اي حاجة هتكون 1080 وقتا وعاما الشاشة الاوليد هنا فرقة جدا في الالوان وفي الكنتراست وتحديث عن الاصدارات السابقة وما اقتل حاجات اللي حبيتها بصراع الستند في الدار عايز اقول لك انا نفس اشوف الموبايلات الموضوع ده يا جماعة وان انا بختار اي زاوية انا حبيبها لا لا طحفة جدا عايز اقول لك ان انا شاري حط اكسسوريس كده بس تعملها مع الموبايلات ان انا اوقف عليها الموبايل بس مش مش زي دي خالص عشان انا بحب اقرأ مثلا قبل منام او حاجة او اتفرج على حاجة قبل منام فدي بتبقى لطيفة يعني محبش اغلق ايدي كده مسك الموبايل كده متزن وايوة هنا ممكن تتفرج على اي حاجة عادي جدا ممكن تفتح يوتيوب الدنيا حلوة انا مفكرش ان هو الالعب بس بس هما طبعا هما مش عاملين الاستنى ده الوزيفة دي خالص ده بس عاملينه عشان انت لما تلعب مع حد صاحبك مسلا تحطوا الجهاز كده بين كنتم الاتنين وتلعبوا على اي حاجة انا اللي بابتكر بس الشاشة هنا ستين هيرتس بس وده بيخليك متأيد بستين اف بي اس في اي لعبة كحد اقصى ودائما نختار البانيل اوليد لانه مبني على تقنية متطورة بعكس البانيل الالس دي بيحتاج لير اضاءة في ضهر ينوره البانيل اوليد مصنوع من مبادئ عضوية وكل بيكسل بينور على حدة يعني في تحكم كامل في كل مربع زغار جدا جدا او بيكسل في الشاشة بيكسل ما هي الا مربع زغارة جدا جدا في كل شاشة وده بيخلي الاجزاء السودة في الشاشة دي مش مجرد لون اسود دي اجزاء مطفية خالص من الشاشة فده بيقدم افضل تجربة مشاهدة توفير اكبر للبطارية ولما بتدعود على البانيل اوليد عايز اقول لك صعب جدا ان انت ترجع تاني خلاص للشاشة الالس دي العادية على طول بتحس من اول واهلة الشاشة الالس دي بقيت الوانها ممسوحة بقيت باحتنى وزوايا الرؤية بقيتش افضل حاجة شابست هنا ولا سناب درجن ولا ميديا تيك ده هنا تاجرا اس او سي كاستوم ميد من صناعة انفيديا يا جماعة وعلى فكرة اس او سي ده بيكون فيه نسخة منه او فيه نسخة تانية بيستخدم في العربيات او تشابست العربيات الحديثة بس زي ما قلتلك انا قلتلك كاستوم ميد يعني مصنوع او معمول مخصوصا عشان يتوافق مع قدرات الكنسل المحمول دوت نينتدو سويتش اولد حبيت قوي استخدامه يعني انت هتحب جهاز كده عارف تتعلق بيتحبه والتشابست اللي عليه بيهندل بصراح اي لعبة مهما كانت والدليل على كده ان المروحة نادرة اصلا لما بتشتغل بس مع درجات الحرارة اللي بيزيد كل السنة في الصيف وزيادة المطلبات الالعاب فاكيد حاجة ضرورية او حاجة بتحصلنا ضد المستقبل ان يكون فيه مروحة احتياطية عشان اوفرهيدنج وعشان برضك ما يحصلش تقليل اداء اللي بيترتب على مشكلة الاوفرهيدنج وده السبب اللي كتير ما يعرفوش بيقولك موبايلي ليه بيبدأ يهنك بعد ما بلعب لفترة طويلة ايوا ايهنك في الصيف مع الالعاب المتواصلة لان بيكون فيه بروتوكول كده حماية من درجات الحرارة العالية بيقلل تردد انويات الاتشيبست وده بدوره بيقلل درجة الحرارة واداء الموبايل كمان بيقلب التابع ايه الخانسل ده ما وجدنيش مشاكل في اي حاجة معاه احبيته بصراحة انا احبيته جدا معيني مش جيمر يعني مفيش تنتيش مفيش تحنيج او لحتى جزء مستانية كل حاجة في اللعب المتواصل هتبقى ممتازة لعبت عليه فورتو نايت كتير جدا وعايز اقولك ساليسة اوي اي حد جيمر عارف كويس فورتو نايت لعبة تقيلة 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 مش خفيفة يعني بالنسبة البطارية والشحنة سوتي ده بيشحم معي من ساعتين لحد اقصى ثلاث ساعات على حسب درجة الحرارة وعمل تانية ومتجربتي ممكن من اربع لتسع ساعات الالعاب متواصلة لو عايز بقى التفحات وعلاقات الالعاب رنجي من اربعة لتسعة ده على حسب اللعبة لان مش كل الالعاب بتسحب بواردة الجهاز زي بعض في علعبتي الى جدا في علعاب اللي هي خفيفة اللي هي بتبقى ماريو كده والالعاب اللي مع الجهاز ساعة البطارية هنا اربعة تلاف تلتمية وعشرة مليا امبير لو استخدامك متواصل هتبقى كويس جدا وممكن تطعب معك يومين لاربعة تيام لو انت مثلا بتلعب ساعتين قول تلاتة عام كل يوم واحسن حاجة ان ادابتر الشاحن تايب سي ممكن تشحن باي شاحن وانت بره ولو وصلتوا مثلا باوربانك او حاجة حرفيا هتلعب عليه طول اليوم من غير ما تقلق او هتنسى موضوع الشاحن والبطارية ده والمروحة بتسدن معاك هتشترك اوتوماتيك او ما تجهز يسخب منك من اللعب المتواصل ما تقلقاش خالص كده طبعا ده جهاز معمول او كانسل معمول للجيمز فما فيهوش كاميرا بس انا لو اخترح حاجة او افكر في حاجة يعني فانا بقول محتاجين مثلا لو فيه كاميرا امامية في الاسدارات القادمة على المازون ده عيساحل كتير على حد بيعمل ستريمينج مثلا او كده من اكتر حاجات اللي اعجباني ان العلبة بتيجي كاملة معها كل حاجة تخلي الكنسة الصغيرة ده كامل للاستخدام الفوري والقطع اللي في ايدي دي اسمها جوي كون ستراب وعلى فكرة دول كانوا اتنين بس انا تقريبا امضاع مني واحدة مش لايك تانية بسرعة امعرف فيه تركب في الدرعة من فوق عشان لو بتلعب مع واحد صاحبك كده يديك التجربة ان كل واحد فيكم معاها درعة متكامل في ايدو واكيد تعلمت الموضوع ده ان لازم اخلي اي حاجة في العلبة لو انا مش بيستخدمها عشان ما اضعش منك بالنسبة للعيوب اول سلبية او عيب اما ما فيش هنا دعم فور كي جيمينج والشاشة مازالة سبعمية وعشرين بي بس انا متأكد اني لو ما قلت لكش على الدقة ما كنتش هتصدق اصلا بصراحة ادقت الشاشة قدامي هي الشاشة فيبرانت ونعنديش اي مشكلة ما فيش اي حاجة يعني تعاس ان هي اقلة من فول اي تي دي ومع ان الاصدار دوت يعني جامل جدا بس اكيد مازال مش قوي كفية ان احنا ممكن نقارنه مثلا مع بلاستيشن فايف او اكس باك سري اس اكس يعني اه ممكن يستبدلهم في بعض الحاجات زي سهولة الحمل التناقل يعني مثلا عمل زي الموبايل كده لما غطع ديستاب او حتى على اللابتاب تاني عيب اسعار الالعاب هنا يا جماعة غالية جدا برأيي منتكلف متوسط خمسين دولار في اللعبة الوحدة وما يعتبروا رخاص لو انت عايش برا زي خمسين جنيه عندنا كده مثلا لو انت عايش في اوروبا بس طبعا بعد تعيويل العملة في فرق كبير النيتندو اللي معي ده مستورد وكان جاي معي لعبة فورتنايت بشكل مجاني ثالث سلبية او عيب بسرعة الذاكرات الداخلية هنا مش افضل حاجة ولو انت بتشغل لعبة تقيلة زي فورتنايت بتاخد وقت على ما تحمل ملفات اللعبة سهيا لعبة فورتنايت اصلا تقيلة على كل حاجة والكانسل اللي بيشغلها عادات محترمة جدا اخر عيب او سلبيا ان النيتندو سويتش هنا مش بيتحدث يا جماعة بشكل دولي وبرأيي محتاجين ورتيجة التحديثات تكون اسرع من كده الجهاز جاي زي ما قلنا منتظر ان شاء الله في الفين خمسة وعشرين نينتندو سويتشتو ولو في حاجة بصراحة انا انبارت منها من الكنسل دوت الابروبت اللي استخدام فعلا فرقة عارف انتقى الكوالتي بيلد او الخامات او اتقان الحاجة اللي بيعملوها حاجة عظيمة جدا سعره رخيص يا جماعة كل دولار انت بتدفعه موجود قيمته في الجهاز هنا واكتر وسعره يعتبر رخيص جدا بالنسبة للكوالتي الجبارة والكماليات الغالية اللي في العلبة واكيد لو انت جيمر وعاوز حاجة اقوى من الموبايل وتتقارم مع القنصة الكبيرة فاكيد نينتندو سويتش اولد اللي خيار الافضل لك في الوقت الحالي بس لو مش مستعجل اكيد بنصح ان شوف الدنيا هتبقى ايه في النينتندو سويتش دو سعر النينتندو دوت حوالي 300 دولار وشفتو على نون تقريبا عامل 15 الف جنيه بس كان اخر قطع فانا شايف ان سعره مناسب جدا حلو جدا يا جماعة ده في موبايلات فئة متوسطة بنفس التمن دوت وازيد مش بيتقدم اي حاجة للجيمر فانا لو انت جيمر اكيد دوت حيبقى الجهاز المثالي ليك ينفع للجيمنج ومشاهدة المحتوى او اي حاجة بما انك ممكن تشغل هنا حاجة زي اليوتيوب والجهاز ده ممكن تعمله بقى كونسل كبير ازاي وصله مثلا على الشاشة عندك وتلعب بيه واردت شاركنا رأيك في نينتندو سويتش وهل يستحق الشراء ولا لا ويرب تكون استفدت من فيديو النهاردة وبس مشتش بقى اللايك القوي سبسكرايب لو لسه وتابعني الانستجرام الرابط تحت الفيديو كان معكم محمد نوار وشوفكم الفيديو جاي